اشتركوا في القناة ولا داعية للجوء والقانون نحن دولة مؤسسات وقوانين تستطيع كل عشيرة ان تمهل الحكومة مدة زمنية من اجل الافراج عن الموقوفين نحن دولة مؤسسات وقوانين كل المشاجرات لدينا تنتهي بعطوات عشائرية وتقبيل للرؤوس وكأن شيئا لم يكن نحن دولة مؤسسات وقوانين العشيرة كثيرة العدد تحجز لها عدة مقاعد دائما طبعا في مجلس النواب والعشائر الصغيرة لا تحلم حتى بتمثيل لها في المجلس نحن دولة مؤسسات وقانون وفي كل بيت اردني هناك سلاح اوتوماتيكي طبعا او اكثر نحن دولة مؤسسات وقانون والحديث عن العشائر خط احمر كالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحديث عن الله عز وجل مثلا نحن دولة مؤسسات وقانون المناصر الحكومية طبعا تورث حسب قوة العشيرة نحن دولة مؤسسات وقانون ورحب ضيفي الكريمين الذين شرفاني في الاستوديو ابدأ عن يميني بالدكتور احمد علي عويدي العبادي استاذ القانون المدني المشارك في الجامعة الاردنية حياك الله دكتور وكذلك جزيل الترحيب بالشيخ مازن الحديد الناشط الحقوقي والوجه العشائر الشيخ مازن مساء الخير نحن دولة مؤسسات وقانون ام دولة عشائرية ودولة عشائر متناحرة دكتور أنا لم أعد أفهم شخصيا بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أخي طارق في البداية وأشكر قناة نورمينا أن أتاحت لنا الفرصة للحديث في هذا الموضوع الحيوي والمهم وأنا سعيد بأن أكون بمعيد أخي وصديقي وزميلي العزيز أستاذ مازن الحديد استخدر الله للحديث في موضوع في غاية الأهمية في هذه الأيام موضوع العنف العنف بأشكال مختلفة العنف المجتمعي والعنف الطلابي ولابد حقيقة في البداية أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفاهم الله في الأحداث الأخيرة التي وقعت في جامعة الحسين بن طلال وقبلهم لمن توفى الله في جامعة مؤتا وأقول في البداية بأنه قضية الجريمة حتى يعني نتكلم بسراحة وبوضوح بأن موضوع الجريمة موجود منذ قابيل وهبيل هذه ليست جريمة هناك عنف نعم تحدث عن عنف وليس عن جرائع أنا يعني لا أتكلم ولا أبرر لكن أقول بأن الدولة يعني وظيفتها التقليدية والأساسية اللي هو تحقيق الأمن وتحقيق الدفاع وهذه قضايا أساسية وبالتالي حتى يتحقق الأمن لا بد من يعني الأخذ بالأسباب وبحثها ودراستها ثم تقديم المقترحات اللازمة طيب دكتور سنتحدث بكل شيء ولكن نقطة النقطة أنا حدي جوبني على السؤالي الأردن دولة مؤسسة قانون أم دولة عشائر متناحة أنا أقول أنا يعني أقول حتى لا نحمل العشائرية أكثر مما تحتمل وحتى نكون يعني بكل وضوح العشيرة أو العشائرية مؤسسة مجتمعية محترمة إذا نظرنا لها من هذا المنظر أما أن نحمل العشائرية أكثر مما تحتمل وأن نأخذ من العشيرة وسيلة وذريعة للانقضاض على البعض وللعنف وتفاقم العنف فهذه مشكلة أخرى إحنا دولة قانون ودولة مؤسسات وهنا لا بد من التأكيد على نقطة واليوم أنا كنت أتحدث مع طلبتي في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية بأنه إحنا في الدولة الأردنية يعني نشهد تحول بدأ منذ السنوات ويجب أن نتعامل مع هذا التحول بأن الدولة تحولت من المجتمع العشائري إلى دولة مدنية فيها مؤسسات وفيها السلطات وفيها قوانين ويجب أن نتعامل مع هذا الأمر بما يستحق وأقول بأن العشيرة يعني إذا أحسننا التعامل معها ومع هذا المفهوم كنا أبناء عشار سواء كانت هذه العشيرة كبيرة أم صغيرة أي ما كان عددها قد تكون العشيرة في لحظة من اللحظات إذا تعاملنا معها بما يجب قد تكون مؤسسة لتنظيم الأمور ولضبط التصرفات والممارسات فلان فلان من العائلة الفلانية بده يحمل هذا الاسم بده يتعامل مع هذا الاسم بما يستحق من الاحترام والتقدير وأن تتعامل الناس مع بعضها هذا حكي نظري لا نرى على إطلاق دك سواء أسمعه سنع الآن الآن نحن لسنا مع الممارسات الخاطئة ويجب أن لا نحمل هذا الأمر أكثر مما يحتمل ويجب أن لا نختبئ خلف العشيرة لكي نتجاوز على القانون ولكي نعتدي على الآخرين هذا أمر غير مقبول وغير مرفوض ويجب أن لا نسمح لأنفسنا أنه إحنا يعني نستعين بالعشيرة حتى نتجاوز على القانون القانون يجب أن يحترم وأن نتعامل مع هذا الأمر وبخلاف ذلك سيكون في فوضى وفي شرية غير كلام جميل وأنا سأسأل الشيخ مازن بعد قليل عن العشائرية بعمناها الجميل ولكن قبل ذلك سؤالي مباشر لك هل نحن فعلا دولة مؤسسات وقانون أنا شخصيا لا أرى ذلك أتمنى ذلك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بادي إذا بدأ أول شيء أشكر حطت نورمينة والقائمين عليها وأخص بالذكر أستاذ طارق حامد الإعلام المتميز بداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم كنتم كأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقوها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف في مكان يصنعون صدق الله العظيم حقيقة نحن لا سمح الله نخشى لا سمح الله نذوق لباس الجوع والخوف بما نعمل ظاهرة العنف المجتمعي والعنف الجامعي هذه ظاهرة خطيرة جدا ويجب وآل الأوان أن ندق نقوص الخطر يجب أن نكون دولة مؤسسات أنا الأوان أن نخلع هذا الثوب الرديء هذا الثوب العفن العشائرية مفهومها مفهومها قذر مفهوم العشيرة تحترم العشائر الأورجنية محترمة لها أصول جذور أما العشائرية بمعناها الجهوي بمعناها التعصبي بمعناها المسقط الرأس هذا لاجب أن يحارب وآن الأوان نحن نعيش بدولة دولة مؤسسات دولة قانون الكل يحصدنا على الأمن والأمن الآن الأوان العشائرية هي تعصب أعمى جاهل وآن الأوان نخرع هذا الرداء نحن الآن بالألفية الثالثة عيب أن نصل إلى مستوى عشائر أوردنية عبر التاريخ عشائر محترمة وعشائر لها أخلاقياتها وأدبياتها لكن ما نراه ونسمعه هذا اليوم شيء مؤسف ومخجل أمام العالم ونحن في هذا الوطن الجميل الذي صنعه وأسسه على مبادئ وقيم جميلة يجب أن نلوثه بهذا المفهوم الرديل طيب أنا سأسألك شيخ مازل نسمع دائما كلاما جميلا عن العشائرية بمعناها الرائع أنا أريد أن نعود بالزمن إلى الوراء معك ورحمة الله على والدك حدثنا عن الزمن الذي كانت فيه كلمة عشيرة وعشائرية عن الرجولة ذكرنا بذلك زمن حتى يصنجي الوالد الله يرحمه كان من الشوخ العشائر ودين معرفين عمستوى المملكة كان عندما يقال له شيخ يخجل كان أنا يقول أنا خادم المجتمع أنا ليس شيخا أنا خادم العشيرة أنا خادم الموطن أنا خادم المواطن وكان مفهوم عشائرية عنده أنه التعاون والمحبة والأخوة والكرامة والعزة هذا مفهوم عشائرية عند الناس كانت الناس تحب بعضه أكثر تحترم بعضه أكثر كان العشائرية مفهومها مش السلبي الآن اللي عم بصير الآن في بعض مناطق المملكة كان مفهوم حب الناس خدمة الناس التعامل بأريحية مع الناس الفزعة الكرامة الشهامة الفزع بالحق طبعا العبدين الثنين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلوا لمسلمين أن يروع مسلم هذا ترويع ابنك ولا بنتك يروح على الجامعة ويتروع ويرجع ممكن يكون يقتل ممكن يعني ناحية نفسية تصيبوا هاي هذي أشياء هذي مش غير الدخيلة على مجتمعنا الأردني مجتمعنا الأردني كان يعيش في زمن طيب زمن زمن الأخلاق زمن المحبة الوالد كان يحكي لنا أشياء كثيرة يعني الكرامة عند الناس المحبة ما كان عندنا مصاري أول ما كان عندنا فنوزي اليوم لكن كان عندنا كرامة كانت ناس تحترم بعضها كان في زعماء تقليديين يعني أنت عندك مثلا على سبيل المثال كانت عشاء البلقاء من سير حسبان لسير الزرقة كان يحكمها أربع شوخ ابن عدوان ابن قلال أبو الغنم ابن حديد هذي أربع شهر عباد السادة الفاضل من شوخ عباد يعرف كان فيه شوخ عباد قديش اليوم عندك مئة شيخ عباد كان عندك أربع شوخ يعني هذه الحكومات السابقة الدولة لها دور كبير تفتيت الزعمات حديدنا عن هذا موضوع الميت شيخ يا سيدي هاي شغلة سهلة كيف كان الوضع السابق كانت أول الشوخ كانت معدودين ولهم ثقلهم ولهم احترامهم عند الدولة وعند الشعب وعند المواطن وبعدين ما عندهم مش أي توجه سلبي اثنين كبار كبار في أخلاقهم كبار في خدمتهم للناس بتعاملوا بالسواسية اليوم الشيخ عبارة مفهومة أي واحد يتقاعد بأي وظيفة حكمية بروح على وسط عمان بشتيله عباية بلبسها بحط له جناد فرد شايف أو بروح للعشر يعني حتى كمان أنا بقول حتى المستشارية العشائرية عندنا وأنا يعني بلتمس وبناشد سيدة الشريف فواز أنه اختار الناس العشائرين الشيوخ العشائرين اللي هم على حق الشيوخ مش أي واحد يجيب من بزكي شوخ العشائر يا سيدة بيجوا مجموعة بقدموا استدعاءات إنه هذا يمثلنا وهذا شيخنا وهذا وتلاقيه تقاعد بسيط وصار معاقل شيء وصار يريدون شيخ وصار يفتب أشياء بعيدة عن العشائرية يعني ما فيش عنده اختصاص قضائي العشائرية يعني بعيدة عن العرف العشائري وبعدين يعني يفتب بمواضيع عشائرية ليس لها صلة العشائرية على كيفه يعني ممكن في موضوع العطوة مثلا ممكن يأخذ عطوة فيشارات مثلا أن تأخذ إلىها إجراءات إلىها إسلوب إلىها طرق العطوة الصلحة إلىها طرق هذا لا اعتباطا بدي إياها هذه أسباب كمان تعود إلى يعني إدبيات العشائرية كانت الناس تحترم بعضها كان الشيخ العشيرة إذا حكى ممنوع واحد يرفع راسه أو يحكي خلص هو الشيخ العشيرة بيحكي باسم الجميع والآن ما هو نعم الآن صارت في العشيرة الواحدة اللي هميت زالمة بتطلع منها من 20 شيخ العشائر الأردنية صار فيها تفتيت العشائرية صار فيها حرب على الزعمات التقليدية هذه الحكومات المتعاقبة سبب كمان رئيسي الدولة كانت سبب رئيسي تفتيت الزعمات وخلق زعمات مصطنعة خلق زعمات هشة من الذي له مصلحة في هذا؟ طبعا في ناس له مصلحة مثلا عندك مثلا على سبيل المثال قانون انتخاب الصوت الواحد هذا أحد أسباب أحد أسباب الصوت اللي هو نفتخر أنه نحن ندور قومي دور وطني دور سياسي لما يكون قانون انتخاب قانون صوت واحد قانون عفن كمان لأن هذا القانون فتت الناس سوى مشاكل بين الناس سوى حسيات بين الناس ثلاثة مفروض يكون هناك للدولة لها دور كبير في هذا الموضوع بعدين غياب القيم غياب الدين طيب شيخ مازن نكتفي هذا ترجمة نانسي قنقر